السلام عليكم يا حبايب لو سألت أي شخص بيستخدم لينوكس هل ديبيان توزيعه مستقرة فبدون أي تفكير رح يقلك هي قمة الاستقرار لو سألت نفس الشخص هل Arch توزيعه مستقرة فكمان بدون أي تفكير رح يقلك إما رح يقلك لا هي غير مستقرة أو رح يقلك هي أقل استقرار من ديبيان طيب لو سألت لنفس الشخص اللي بيستخدم Arch ليش بتستخدم Arch بيقلك لأنه الحزم أو البرامج الموجودة على Arch أحدث من الحزم الموجودة على ديبيان طيب هل وجود البرامج الأقدم أو البرامج الأحدث هو اللي بيحدد أنه التوزيعة مستقرة أو لا بالأساس شو هو مفهوم استقرار التوزيعة الآن إذا سألت شو هو شو معنى استقرار التوزيعة رح تلاقي جواب أنه التوزيعة غير المستقرة هي التوزيعة اللي بتعملي إغلاق قصري هي التوزيعة اللي بتعمل إعادة تشغيل من حالها هي التوزيعة اللي البرنامج الفلاني بعد التحديث ما بيشتغل عليها هذا التعريف مو بالضرورة يكون غلط لكن مو هو المعنى أو المفهوم المقصود فيه أو الشخص المطور اللي عامل توزيعها بيقلك أنه توزيعتي مستقرة لأنه بالأساس مفهوم الاستقرار ما له أي علاقة بقدم البرامج أو حداستها لأنه وقت اللي شركة مثل شركة ريد هات بدها تقدم توزيعها تكون هاي التوزيعها قابلة للاستخدام سنين وسنين وسنين فأنا في عندي نقطتين أساسيات اللي بتحدد أو اللي بتخلي ريد هات هي قمة الاستقرار ألا وهي بعد ما يصدر عندي الإصدار الأول من التوزيع لنقول على سبيل المثال بحالة ريد هات الإصدار الأخير اللي هو الإصدار 9 الإصدار 9 بيكون فيه عليه إصدارة نواة محددة وفي عندي المكتبات أو اللايبراريز كمان في لها إصدار محدد فهذه النواة والمكتبات بعد هذا الإصدار طول فترة حياة الإصدار 9 من الريد هات رح يضل عندي النواة لنقول على سبيل المثال على الإصدار 5-14 والمكتبات رح تكون على الإصدار اللي موجود عليه ساعة إصدار النسخة 9 من الريد هات فإذا أنا وقت اللي رح يصير المطور اللي عامل المكتب الفلانية أو مطورين النواة بيصدروا إصدارات جديدة فريد هات ما رح تضمن هاي الإصدارات بتوزيعتها هي رح تضل على الإصدار اللي إيجت عليه أول ما نزلت الإصدار 9 من الريد هات لنقول إنه بأحد الإصدارات اللي صدرت بالنواة كان في عندي حل لبعض المشاكل أو إغلاق بعض الثغرات فهي الثغرات الأمنية ضروري إنها تكون مضمنة بريد هات باعتبارها بتدعم ملايين الأشخاص وآلاف الشركات فما في عندي أي مجال إنه ما أغلق الثغرات الأمنية فبهي الحالة باعتبار إنه ريد هات مع عمالها تحدز إصدار النواة فهي اللي بتعمله إنه بتروح وبتأنشئ باتشيز أو إذا الباتشيز نفسها موجودة للثغرة اللي اكتشفت وتم إغلاقها فبتروح هي بس بتطبق الباتش على هاي النواة الأساسية الخمسة أربطاش بحالة الريد هات وبهي الحالة أنا ضلت عندي النواة خمسة أربطاش بس أغلقت الثغرة الأمنية طيب شو علاقت هاد الكلام مع الاستقرار لأنه وقت اللي بيجي شخص شغال بشركة أو شخص مطور عماله بده يعمل برنامج معين هاد البرنامج رح يكون مرتبط بأغلب الأحيان وليس دائما رح يكون مرتبط بإصدارة لينوكس معينة بإصدارة نواة معينة أو بإصدارات بإصدار مكتبة معينة على سبيل المثال الكمبيلر الجي سي سي الجي سي سي اللي أنا اللي أنا إذا كنت كاتب برنامج وبيدي أعمله عملية كومبيليشن لازم أنه يكون لازم أنه ينعمل مع إصدار جي سي سي محدد فلا هذا السبب إذا رد هاد راحت كل شهر أو كل ما صدرت إصدار جديد من الجي سي سي حدسته للإصدار الأخير ما رح يكون في عندي باكووردز كومباتيبيليتي فأنا لازم أني أرجع كأنا كمطور لازم أني أرجع وعدل برنامجي لحتى يصير متوافق مع الجي سي سي 12 على سبيل المثال نفس الكلام بينطبئ على بايثون فأنا إذا كاتب برنامج بيشتغل مع بايثون 3.7 أو 3.8 وهلأ صار عندي الإصدار 13 أو 3.11 أو 3.11 ما بعرف قدي فلازم أني أرجع وخلي برنامجي يتوافق مع البايثون الإصدار الأخير هذا الكلام بالنسبة لمستخدم عادي ما بيقوم بعملية بناء البرامج أو تطوير البرامج ما بيعني له أي شي بس لشركات ضخمة أنا ما بقدر أني روح كل ما يصطر عندي إصدار جديد من الجي سي سي وروح وخلي العشرة أو عشرين أو ثلاثين مطور اللي شغالين على البرنامج الكل يرجعوا ويعملوا البرنامج متوافق مع الجي سي سي 12 فلهذا السبب أنا وقت اللي بيحكي على توزيعات لازم أني أحكي على التوزيع المستقرة أو التوزيع اللي هي الديفالوبمنت أو توزيع التطوير فهذا اللي بدي يكون راسخ بالأزهان أنه التوزيع المستقرة والتوزيع غير المستقرة هدول بالأساس موجهين للشركات وليس للمستخدمين العاديين أنا كمستخدم عادي بفضل أنه يكون عندي البرامج الجديدة طول ما أنها عمالها تعطيني ميزات جديدة أما موضوع الاستقرار فهذا الموضوع بيرجع للتوزيعات الضخمة اللي متى ما صدرت لأول مرة ما عادي تغير عندي إصدار النواة وما عادي تغير عندي إصدار المكتبات أو وإنما بيتم عملية لإغلاق ثغرات الأمان لا أكثر ولا أقل